السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد خاص بفضاء الرياضيات المستوى الثالث دائما في إطار أنشطة الخاصة بتقويم ودعم أنشطة الأستوث الأول ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 62 من الطبعة الجديدة نبدأ على بركة الله بتمرين رقم 10 أحساب طول هذا الضلع الملون بالأحمر في كل حال نتبهو عندنا هنا أشكال وهنا بعد الأشكال نبدأ بهذه ناحية عندنا هذا الشكل كده يسميه سوداثي لأنه عنده استدل أضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سيتة إشارة أخرى أننا عندنا واحد العلامة فوق كل ضلع تشير إلى أن جميع أضلعه متساوية إذن هذا الضلع يسوي هذا يسوي هذا يسوي هذا يسوي هذا يسوي هذا وعطينا كما معطى هو المحيط المحيط ديال هذا الضلع شو هو 30 هذا المضلع محيطه يسوي 30 وحنا كنا نعرف بأن المحيط ديال هاد الرباعيات أو المحيط ديال هاد المضلعات عفواً كنديرو الضلع زائي الضلع زائي الضلع إذن 30 أي كيف يمكن كتاب الدك 30 تسوي ماذا؟ تسوي سيتة في خمسة إذن 6 هو عدده الأضلع وخمسة هو طول كل ضلع إذن بالنسبة لهنا هاد الضلع الأول طوله خمسة متر كيف حصلت عليها؟ بهالقسم 30 على 6 على استضل أضلع إذن ندرت 5 زائد 5 عفوا ندرها مات هنا 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 6 المرات فنلقى أنها هي 30 إذن طول هاد الضلع الأول هو 5 نمر إلى الشكل الثاني إن هاد شكل 1 2 3 4 5 إذن هو خماسي عاطينا الطول ديالها الضلع والطول ديالها الضلع والطول ديالها الضلع والإشارة اللي عندنا هاد جوج أضلع لي ما عندناش طول دياله فهم متسوين وعاطينا كذلك محيط هاد الشكل إذن باش حالك تسوينا؟ كتسوينا 25 متر وعطينا هالطول دياله خمسة وهذا ستة وهذا ستة نجمع هاد الأضلع اللي معروفة إذن ستة زائد ستة اثنى عشر زائد خمسة سبعة عشر سبعة عشر ماذا ماتخ إذن الخطوة اللي مراء غدي نديرو خمسة وعشرين ناقص هادو باش يبقى لهذا زائد هذا إذن خمسة وعشرون ناقص سبعة عشر تساوي كم؟ تساوي تمانية وباش نلقى طول الضلع هي تمانية مقسمة على جوج غد ستعطيني ربعة ربعة ماتخ إذن هاد الضل هذا فيه ربعة ماتخ وهذا كذلك فيه ربعة ماتخ ما موحي للأشكال الموجودة جانبا هنا هاد الشكل يمكن حساب الضل ولكن هاد الشكل لا يمكن أنا شرح لكم علاش هنا تم اعتماد تربيعات كل تربيعات قريبا تساوي ثلاثة متر نتابعوا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة متر نتأكدوا واحد اثنان ثلاثة أرب خمسة خمسة متر إذن وخم عطيني ش الطول ديالها الضلع وهذا نقدر نعرفهم واحد اثنان ثلاثة إذن هذا طول دياله ثلاثة متر وهذا طول دياله كذلك ثلاثة متر وباش نتأكد رمعات اني المحيط شهل هو ثلاثة وعشرين سنحسب ثلاثة ثلاثة ستساوي تسعة زائد خمسة أربعة عشر إذن ربعتاش ناقيس سميني وعشرين ستبقى لها كم إذن سنقوم بالعملية أربعة عشر إذن نحسب وش حال في هالضلع وش حال هالضلع إذن هذا المحيط يعني هالضلعين بالأحمر طولهما أربعة عشر متر نتأكدوا إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية إذن هذا طوله تمانية متر وهذا سنحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة متر والمجموع هو أربعتاش المتر إذن هذا المحيط الكامل طولهو ربعتاش أنا غدي نحاول ندير إيطار لهدوك الأعداد اللي غتتبغيه إذن هذا ربعتاش المتر هذا أربعة متر وهذا خمسة متر بالنسبة لهنا أنفهمو علاش ما يمكنش نحسبوه عاطينا طول المحيط كاملا 24 إذا اعتمدنا على التربيه ستترون هانتا وهنا خمسة إذن ستة سبعة تمانية تسة عشر إحدى عشر اثنى عشر تلاتة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون تلاتة عشر أربعة وعشرون إذا وصلنا حدنا ربعة وعشرين إذا هاد الشكل لي يتناسبو مع المعطيات اللي عاطيهننا وبالتالي لنستطيعو حساب ديك القطعة الحمراء طولها إذا ننتقل إلى تبليهن رقم خمسة جو كمبلت خس نطلب مني أنني نكمل هادوك الأعداد ولي كي نتميمها خس يكون عندي ديجا مرسوم يعني جدوال أو لا جدوال وحداز قياس الأطوال يعني الملمètre، السنتيمètre، الديسمètre، المتر، الديكام متر والهектومتر والكيلومتر إذا ها هو الجدوال قطعنا دينا هذا السنتيمتر نظر لأعداد خمسة مادا كيلومتر وعشر مادا متر زايد مادا زايد 7 كيلومتر نقوم بعمليات الجمعة 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 تساعد إطار الكلومتر تسبب 3078 نقوم بعمليات الجمعة نقوم بعمليات الجمعة نقوم بعمليات الجمعة 5 زائد ثمينة تساوي 13 5 زائد 7 تساوي 12 10 ناقص 3 تساوي 13 7 زائد 4 تساوي 11 كالعادة النتيجة بالكيلومتر 11 كيلومتر و323 م ثم 13 كيلومتر وإذن سأذهب إلى خانة الكيلومتر سأكتب 13 و560 متر زائد 10 كيلومتر و435 5 تساوي 9 تساوي 3 جوش النتيجة الكيلومتر 23 كيلومتر والمتر 995 نمر إلى آخر عملية 12 كيلومتر 12 كيلومتر وأربعمائة وخمسة وسبعون متر زائد 9 كيلومتر و897 إذن 5 زائد 7 كم تساوي؟ تساوي 12 أكتب الاثنان وإحتفظ بالواحد 8 زائد 9 تساوي 17 5 زائد 8 تساوي 13 3 زائد 9 تساوي 12 إذن 22 كيلومتر و372 متر 22 كيلومتر و372 متر ننتقل الآن إلى ثمانيين رقم 12 كيلومتر لكل ثنائية هذه الزائد سوف ندور على أكبرهم أو لا نكتب رهم متساويين نبدأ بالزاوية أ والزاوية باي هاد الزاويتين نبجوج متساويين إذن هنكتب ألسن إيقو زاوية أ والسي هادو رهم السي أصغر إذن غدي ندور على زاوية أ هي الأصغر ثم السي والدي إذن الزاوية السي والزاوية الدي إذن السي هي صغيرة إذن الدي أكبر ثم بي والدي إذن الأكبر هي الدي باش نشكنوا منهم لأننا مازال هاد الشيء لشفاش كنسكن شاهك نقول ديما نحاولوا ممكن ندربوا الأبناء دينا في الضرع لأنهم يستعملوا هذه كتسهلهم مؤموريا بالنسبة للناس اللي مازالوا مكتعرفش أنحط ورق شفاف ونرسم الزاوية ونبقى نقطحهم ونبقى نوضع في كل زاوية فوق منها باش يبالي واش عم من طابقين إذن متساويين أو لشكل هي الكبيرة أو لشكل هي صغيرة إذن تمرين تمرين رقم ثلاثة عشر أضع وأنجز إذن سنضع العملية الأولى هي ثلاثة آلاف واربعمائة وسبعة وخمسون ناقص ألف وستمائة وثمانية وسبعة هنا يعني إما الطريقة المررية لكم في الكتاب إذن سبعة ناقص ثمانية لا يمكن غدين تسلف واحد العشرة يعني وأفككها إلى واحدة ستصبح عندي هنا أربعة وبالتالي ستصبح عندي هنا سبعة عشر سبعة عشر ناقص ثمانية تساوي تسعة أربعة ناقص سبعة لا يمكن إذن غدين أخذ واحد المئة من هنا وغدين تولي عندي هنا أربعة عشر إذن أربعة عشر ناقص سبعة تساوي سبعة ثلاثة ناقص ستة لا يمكن إذن غدين أخذ واحد الألف من هنا وتبقى عندي اثنان وهنا غدين تصبح عندي ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص ستة تساوي سبعة ثم اثنان ناقص واحد تساوي واحد ننتقلوا لهذه العملية 2140 ناقص 1637 10 ناقص 7 تساوي 3 4 ناقص يعني صفر لا يمكن أن ناخده ناخده 11 من هنا ولي عندي 3 وبالتالي 10 ناقص 7 تساوي 3 3 ناقص 3 تساوي 0 1 ناقص 6 3 يمكن إذن أحوله 1000 إلى المئات تصبح 11 ناقص 6 تساوي 5 1 ناقص 1 صفر إلى هنا كنت نتهي جميع التماريين المقرر للدورة الأولى الخاصة بفضاء ريادية المستوى الثالث كنت أمنى أنكم تكونوا استفتوا في الفيديو اللي كانين في القناة متنسوش تبارتجوا الفيديو مع الأصدقاء ديلكم وتشتركوا في القناة قدر باش نخدموا مجموعين إن شاء الله للدورة الثانية لتحقيق نتائج أفضل